موسيقى أصلاح الخير تجليات العسكرة في سوريا رأس المال الاجتماعي السوري اللاجئون السوريون في العراق العدالة الانتقالية هذه عنوين بعض الأبحاث التي قدمت في مؤتمر الباحثين الذي يعقده مركز حرمون للدراسات المعاصرة سنصلت الضوء عليها ونناقش مخرجات هذا المؤتمر في هذه الحلقة الخاصة من منتدى دمشق والتي نصورها من مكان عقاد المؤتمر موسيقى مرحبا بكم مشاهدينا نرحب بضيوف حلقتنا الدكتور عائشة البصرية الباحثة في المركز العربي لدراسة السياسات والدكتور سمير العبدالله الباحث في مركز حرمون لدراسات المعاصرة والدكتور حمدان العقلة الباحث في الشأن السياسي مرحبا بكم جميعا دكتور عائشة أدرتي جلسة في المؤتمر تحدثت عن تجليات العسكرة في سوريا ما أبرز ما طرحته الأبحاث في هذا السياس كان للشرف ترأس هذه الجلسة جد هامة كانت ضوات على أربع تدخلات أربع أوراق لمست بداية جودة عالية يعني على مستوى المنهجية البحث الإشكالية يكون مقاومات الورقة البحثية كما نريدها طبعا في جماعة علمية بحثية عربية المقدمون أيضا شباب وهذا جانب إيجابي في حد ذاته شباب برؤية جديدة تغني النقاش في هذه المواضيع كلهم طبعا له خلفية بعضهم يشتغل من دول أوروبية بعض آخر في دول عربية هذه الخلفية أيضا تضفي تنوع على البحث السوري حاليا بخصوص المواضيع يعني هي كانت كلها تصب في موضوع العسكرة وأوضحت بداية أن العسكرة يعني هي استدراج النظام لعسكرة الثورة تترق إلى عدد من الزوايا التي تكمل بعضها البعض فمثلا الدكتور حيان جابر طرح موضوع كيف استغل النظام أو وضف النظام موقف المسيحيين في الحسكة لتأجيج نعرى الطائفية ولتحجج بأنه حامي المسيحيين أو الإرث المسيحي في سوريا لأن الثورة تسلحت فقام بتخويفهم ما فعله يعني هي هذه الورقة أنا تحدث طبعا عن طرح الدكتور حيان للموضوع يقول بأن هناك يفرق بين ما يسميها الطائفية من أعلى والطائفية من أسفل الطائفية من أسفل هي الشعور الطائفي لدى الجماعة المسيحية بالحسكة لما قام عناصر داعش بهجومات على كنائس ومعابد مسيحية في أحيى هذا الشعور بالخوف وشعور أيضا بأنهم جماعة جماعة شعب أصلي تتعرض لتهديد وجودي من طرف العربي الدخيل بناء على إرث تاريخي استغل النظام هذا الخوف اللي هو ربما طبيعي لحد ما استغل هذا الخوف لتقويض طبعا قسد ولتوظيف الجماعات خاصة ميليشيات الشبيحة ولأيضا التظاهر تصوير نفسه على أنه حامي الإرث المسيحي وهذه هي ما اسمه الطائفية من أعلى تأجيج هذه النعرة الطائفية في تقسيم طبعا المشهد خلال الثورة الأبحاث الأخرى يعني كملت هذا المشهد ومثلا الأستاذ علي جاسم تطرق الموضوع أيضا توظيف الدولة لشبيحة الميليشيات الشبيحة في قمع المتظاهرين السلميين بداية الثورة وهذا يطرح طبعا الرخل لظهور هذه الجماعة العسكرية غير نظامية الموالية للنظام ويعني أظهر تجليات القمع وكيف يتم توظيفها من طرف النظام وطرح مشكلة عويس اللي هو تفويض العنف من طرف الدولة التي يفترض أنها كمؤسسة هي المؤسسة الوحيدة التي يشرع لها احتكار العنف الشرعي طبعا حسب نظرية ماكس فيبر السوزيولوجي الألماني ننتقل طبعا يعني الورقة الأخرى الثالثة تناولت العسكرة من جانب خارجي التدخلات الخارجية ونعني بها طبعا يعني على العموم دول طرح أكثر من مثال روسيا من جهة وأمريكا من جهة أخرى وكيف أنها ساهمت في ما أسمعها تفتيت الدولة بمعنى أنه مثلا حين دعمت روسيا قوات روسيا النظام فهي ساهمت في المنافسة على السلطة على ممارسة السلطة وهو نوع من تفتيت سلطة الدولة في حين أن التدخلات المتنازعة الأمريكية ساهمت في تفتيت المعارضة أو سلطة قوة المعارضة هذا جانب آخر طبعا يعني يظهر تعقيدات المشهد لكن الورقة الأخيرة أكملت المشهد وهي ورقة الأستاذ فضل عبد الغني الذي تناول موضوع يعني طرح موضوع الانتقال السياسي الذي يعني يتم الحديث عنه حاليا وكيف أن كل هذه الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة يعني سيأتي وقت أنه يجب نقاش موضوع إدماجها نزع السلاحها وإدخالها يعني في حيز الجيش الوطني وكل هذه التحديات التي يعني مطروحة مستقبلا سأعود إليك دكتورة لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع لكن قبل ذلك أسأل دكتور حمدان قدمت بحثا عن ما يسمى رأس المال الاجتماعي السوري لعلى أبناء نفيد بداية توضيح هذا المفهوم ما المقصود برأس المال الاجتماعي نعم شكرا أستاذ محمد في الحقيقة موضوع رأس المال الاجتماعي يندرج ضمن الموضوعات التي أسميها الموضوعات المواكبة للتغيرات التي يشهدها الشأن السوري لا سيما في السنة الأخيرة فرأس المال الاجتماعي بدأ تسليط الضوء عليه بشكل واضح أكثر منذ حادثة الزلزال أو منذ كارثة الزلزال وما نتج عنها من تفاعل الاجتماعي في الحقيقة رأس المال الاجتماعي بمعناه الاجتماعي يمثل شبكة أو هو عبارة عن شبكة من العلاقات الاجتماعية التي تجمع أفراد ينتمون إلى هذه الشبكة من أجل تحقيق عمل اجتماعي يعود إليهم بنفع ما هذا بمعناه طبعا في معناه التاريخي ظهوره كان عند إيميل دركاي عند ماكس فيبر وعند عدد كبير من الفلاسفة تناولوا هذا المفهوم وهناك شبه إجماع بأنه هو شكل من التعاطف الاجتماعي بين الناس هذا في المعنى الاجتماعي له هناك بعض الفلاسفة ينظرون إلى مفهوم رأس المال الاجتماعي لنقل بسلبية لنقل مثلا فرانسيس فوكوياما مثلا ينظر إلى مفهوم رأس المال الاجتماعي على أنه شيء سلبي لأنه مؤشر أو عبارة عن ذلالة إلى غياب الدولة طيب في الحالة السورية يعني ما قدمته في الورقة ما أبرز النقاط التي قدمتها نعم في الحالة السورية حاولت أن أصلت الضوء على العناصر الإيجابية لرأس المال الاجتماعي الآن كيف ظهر رأس المال الاجتماعي ظهر هو بين ما نسميها بالهويات الجزئية سواء كانت طوائف أو مناطق أو عشائر أو عائلات حتى ظهر نتيجة التقسيمات الواضحة على أرض الواقع نتيجة السبب الأساسي لغياب الدولة سبب الأساسي هو غياب الدولة أدى إلى ظهور ما نسميه برأس المال الاجتماعي أو بتفعيل رأس المال الاجتماعي طبعا حاولت أن أصلت الضوء على مدى إيجابيته وأنظر إلى الإيجابيات فيه وكما أخبرت قبل قليل أو ذكرت كانت نقطة الإيجابية أو التحول الذي لفت أنظار الباحثين وحتى الناس هي مسألة حدوث الزلزال والتكافل للناس وتعاونهم من أجل سد ثغرة أو تعويض غياب مؤسسات الدولة طبعا في الحالة السورية كنت أصلت الضوء أكثر شيء على مسألة التعليم في مسألة التعليم وجدت مثلا أن مؤسسات أو رأس المال الاجتماعي يشهد نوع من الغياب أو شبه التام في مناطق سيطرة النظام مثلا في مناطق قسد نجده بدرجة مختلفة السبب هو يوجد غياب للبنية التحتية ويوجد أيضا إشكالية حدثت في سنة 2014 للعام الدراسي 2014 و2015 هناك حدثت أزمة نسميها بأزمة المناج في مناطق سيطرة قسد هذا أدى إلى نفور المجتمع عن دعم التعليم والعملية التعليمية لو انتقلنا إلى شمال غرب سوريا فالمسألة ربما تختلف قليلا ولا أريد أن أقول أنها ثورة كان في رأس المال الاجتماعي ولكن حقيقة هي المنطقة التي كانت أكثر فاعلية من المنطقتين السابقتين لما تشهده من تنوع من حيث المناهج أنا أتحدث هنا عن التعليم فقط في هذه الزاوية الآن أتحدث عن التعليم لما تشهده من تنوع في المناهج وتعدد للمؤسسات التعليمية يعني مثلا لدينا في الشمال السوري هناك جامعة مثلا جامعة الشام تقام على رأس مال اجتماعي هذه جامعة وليست مدرسة وعدد كبير من المؤسسات الأهلية مثلا على سبيل المثال ترعى وتهتم بالعملية التعليمية وقلت ما يميز هذه المنطقة هناك تعدد في المناهج وهناك اختلاف في وجهات النظر وهناك تقبل وهناك يعني مؤسسات أهلية أيضا تساهم في عملية التعليم إذن يمكن أن نصنف رأس المال الاجتماعي هنا بهذا الشكل أو بهذه الحالة في ظل غياب الدولة نتحدث هنا بالنوع الإيجابي إلى حد ما ولكن نقول ونبقى نقول بأن رأس المال الاجتماعي يجب أن يؤسس ويجب أن يبنى على أساس أن هناك ستأتي دولة ويكون ضمن مؤسسات الدولة سيعود إليك في نتائج صعود رأس المال الاجتماعي في سوريا كما تقول لن خلال الفترة الأخيرة لاحقا لكن قبل ذلك أيضا أسأل دكتور سمير دكتور سمير كان هناك في الجلسة التي أدرتها ورقة تحدثت عن اللاجئين السوريين في العراق وربما يعني من المهم تسليط الضوء على ذلك لأنه غالبا يتم الحديث عن السوريين في تركيا في لبناء لكن قل ما يجري الحديث خاصة في أبحاث ودراسات أكاديمية عن السوريين في العراق ما أبرز ما قدمته هذه الورقة طبعا كما أشار الزملاء يعني أغلب الأبحاث التي كانت موجودة هي أبحاث مهمة كان هناك تنوع في الأبحاث بعضها تناول قضايا السياسية اجتماعية ومن هذه الأبحاث المميزة كان بحث اللاجئين السوريين في العراق وتأتي أهميته من حيث أنه من أوائل الأبحاث الأكاديمية الذي يصلت الضوء على اللاجئين السوريين ومسألة الأوضاع التي يعيشونها في العراق ومسألة أعدادهم يعني كما تعرفون هناك خلط أو هناك مغالطة بالأرقام دائما بين الجهات الرسمية وبين الأعداد الحقيقية للسوريين بعضها لأهداف اقتصادية وغيرها سواء كما يجري في مصر وتركيا وكذلك في العراق الباحثة وهي الدكتورة هند فخري وهي أكاديمية في جامعة الموصل استطاعت الوصول إلى الأرقام الحقيقية من المؤسسات الرسمية الأرقام التي لا يعلنونها لأعداد السوريين وهي التي هي قرابة 280 ألف فقط سوري موجود في العراق بينما الأرقام المعلنة هي أعلى من ذلك بكثير هل في عموم العراق أو في كردستان العراق؟ لا نعم في عموم العراق في كردستان وفي المناطق الأخرى في العراق وكذلك استطاعت الباحثة تسليط الضوء على متى دخل السوريين للعراق وهذه اللجرة العكسية في 2003 العراقيين هم جاءوا لاجئين إلى سوريا وخاصة اللاجئين السياسيين وبقيوا عدة سنوات في سوريا لكن مع الأسف بعد الألفين وداعش تحول السوريين إلى لاجئين في العراق وحاولت الباحثة تحديد أماكن التوزع الجغرافي للسوريين في أقليم كردستان خاصة كان هناك بعض المخيمات وانشئات في البداية بينما في الجنوب العراقي لا نجد هذه المخيمات لأنه كان هناك في 2011 و2012 موجة هجرة وخاصة من أخواننا الأكراد بشكل كبير وهو يعني الورقة قدمت واقعها للسوريين في العراق هل هناك تحديات يواجهونها؟ نعم الورقة شرحت الوضع القانوني للسوريين من حيث الأعداد من حيث ماذا يعملون كيف يعيشون ومن غير هذه المسائل وحددت أهم التحديات وهي تحديات قانونية بشكل أساسي وخاصة بعد الحديث عن التطبيع مع النظام السوري زادت المضايقات لأنه كما تعرفون ورقة اللاجئين هي ورقة تخصص في السنوات الأخيرة للاستثمار السياسي بهذه القضايا وهذا ما يجري في العراق فتجري بعض الضغوط على اللاجئين من خلال الإثباتات القانونية وغيرها بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والأمنية التي يعيشها العراق وهذه ليست فقط متعلقة بالسوريين بل بالعراقيين أيضا لكن النقطة المبشرة أو المفرحة في هذا المجال على الرغم من أن اللجوء والهجرة ليست شيء جيد لكن معاملة الشعب العراقي للسوريين على الرغم من أن كثير من الجهات السياسية حاولت إثارة الفتنة بين الطرفين أو التحريض على السوريين ما زالت معاملة الشعب العراقي جيدة جدا مع السوريين ويعاملونهم بكل ود وترحاب سواء في الجنوب من قبل الأخوة من الشمال من الأخوة الأكراد أو من العرب في الجنوب ومن خلال هذه التحديات قدمت الباحثة كذلك مجموعة من التوصيات إلى الجهات الرسمية لكيفية معالجة هذه المسائل ليعيش السوريين بظروف إنسانية أفضل وكذلك لتزداد المساهمة الاقتصادية للسوريين في الاقتصاد العراقي لأن هناك كثير من اليد العاملة الماهرة وكذلك بعض رؤوس الأموال الموجودة سواء في كردستان أو في بغداد وغيرها من المناطق لذلك الورقة ورقة مهمة وكذلك بقية الأبحاث لأنها تعالج ظاهرة محددة لأول مرة يتم تسليط الضوء عليها وكذلك بتوصيات مهمة للجهات المختصة أعود إليك دكتورة عيشة في قضية الميليشيات وتجليات العسكرة كما ذكرتم في الأبحاث التي قدمت في الجلسة التي ذكرناها بداية من الملاحظة أن هذه الحالة ربما تنتشر أيضا في دول أخرى التي حاولت اللحاق بركب الربيع العربي حالة الميليشيات خارج سلطة الدولة هل يمكن إجراء مقارنة إلى أي مدى هناك تشابه بين سوريا مثلا وبلاد أخرى من التحدث عن العراق ليبيا اليمن اللافت في هذا الموضوع أنه موضوع الميليشيات أو تفويد العنف المؤسسات الدولة لجماعات خارج عن الدولة أنه كان مطروحا في عدد من البلدان قبل الربيع العربي كان مطروح بشدة خاصة في سودان لكن الربيع العربي فجر هذه الظاهرة وفجر في أكثر من دولة مثلا ليبيا لم يكن هذا الموضوع في زمن القدفي لم يكن مطروحا لكن بعد الثورة بعد هذه التشتتات ضعف الدولة أو نهيارها صار هناك هذا الموضوع في حالة سوريا الموضوع مختلف كما قلت بداية النظام استدرج المجتمع للعسكرة من خلال أول مظاهر هذه الاستدراج توظيف ميليشيات الشبيحة ثم استدرج التسلح عبر إطلاق الرصاص على المتضايرين ابتداء من الأسبوع الثالث للاحتجاجات السلمية ثم أخرج عدد من السجناء المتطرفين دينيا وأطلق ما تحجج به من بعد على أنه مواجهة لتطرف الديني الذي شكل مفصل نقطة مفصلية في تاريخ التورة هذا الاستدراج للعسكرة ولد طبعا ردود فعل من طرف الفصائل المعارضة واتسعت دائرة العنف لكن المشكلة الأساس نعود دائما إلى مشكلة الدولة تحدث الأخ العقلة عن الرأس المال الاجتماعي الذي يعود يعني يحاول تعويض دور الدولة المشكلة الأساس هي لا تقتصر أظن على سوريا بين مشتركة يعني في عدد من الدول العربية من مشرق حتى في المغرب أو في دول الخليج اللي هي مشكلة احتكار العنف يعني الدولة حين تفشل في احتكار العنف الشرعي فإنها تخلق مشكلة وجودة لذاتها الآن مثلا في حالة السودان هناك تغول ميليشيات خلقها النظام من رحم الجيش وهي اليوم تبتلع الجيش والدولة وتهدد وجود الدولة تنهار في السودان بالنسبة للحالة السورية أظن التشابه كبير جدا مع العراق العراق ولو أنه يعني في حالة العراق ربما موضوع الميليشيات أقل حد نوعا ما هناك طبعا ميليشيات الحشر الشعبي لكن ظاهرة العسكرة اللي موجودة بالحالة السورية جد معقدة يعني كما تعلمون طبعا يعني أفضل مني في هذا الموضوع هناك وجود خمس جيوش وهذا يعني بالتالي يعني حتى الميليشيات التي شكلها النظام أو سمح بوجودها هي ذاتها تهدد وجود الدولة نفسه أكيد لأن هذه يعني كلما مارست مجموعة مسلحة سلطة ما فهي تنافس الدولة على السيطرة على العنف والعنف يعني هو أول الأولويات الدولة كمؤسسة يعني تأمين الدولة المحيط المواطنين تأمين الأمن هو أول واجب لنسبة للدولة وهذا ما تفشل فيه في هذه الحالة فتفوضه لجماعات سواء موالياء لها أو حتى دخول جماعات أخرى فهي تنافس على السلطة وتهدد الدولة بالمقام الأول في هذا الإطار دكتور سابير العلم من المفيد الحديث عن أيضا أحد الأوراق التي قدمت وكنت أنت مديرا للجلسة وهي تحدثت عن العدالة الانتقالية ربما يعني كلمة العدالة تشد السوريين كثيرا هل هناك إمكانية فعلا لتطبيق هذه العدالة ما الذي قدمته وطرحته هذه الورقة طبعا الورقة مهمة وقدمتها الدكتورة في القانون الدولي وهي الدكتورة غينب ديوي وتحدثت فيها عن إمكانية تحقيق العدالة الانتقالية قبل الانتقال هذا كان العنوان فهو عنوان ملفت هل يمكن تحقيق العدالة قبل الانتقال السياسي وحاولت من خلال الورقة تسليط الضوء على الحال الذي وصل إليها هذا المسار يعني المسار القانوني وتعرفون في الفترة الأخيرة هناك كثير من الحديث عن العدالة التصالحية والعدالة الانتقائية والمصالحة وغيرها من هذه النقاط فما الذي تحتاجه سوريا في الفترة القادمة وخاصة أن الدولة هنا في الحالة السورية هي التي احتكرت العنف هي الخصم للشعب هي الخصم والحكم في نفس الوقت فهل من المفترض أن تقوم هي الدولة بإجراء هذه المحاكمة أو تحقيق العدالة وهي الطرف المجرم في هذه القضية ولدينا بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية سوريا ليست موقع على هذه الاتفاقية فلا يمكن اللجوء إلى هذا المسار يمكن اللجوء من خلال مجلس الأمن وكما تعرفون من خلال مجلس الأمن هناك الفيتر الروسي والصيني والذي رفعوه على مسائل متعلقة بالمساعدات الإنسانية فكيف سيتركون هكذا قرار يمر بالنسبة إلى العدالة الانتقالية الباحثة حاولت التأثير النظري لمسألة أنه هل يمكن للمجتمعات قبل الانتقال لانتقال السياسي تطبيق هذه العدالة الانتقالية وما هو الإطار النظري وهل هناك في الدراسات الغربية والقانونية شيء يؤسس لهذا الإطار وتوصلت في النهاية نعم يمكن تطبيق هذه العدالة الانتقالية من خلال الإدارات المحلية الموجودة خارج نطاق الدولة وخاصة إذا كانت الدولة هنا هي الطرف وهي المتهمة في الجرائم أو الطرف العدولي للشعب في هذه الحالة فالدراسة هي مهمة كونها تؤسس لدراسات قادمة يعني أعطت هي الإطار النظري أو الشكل لهذا الموضوع يستطيع الباحثين في القانون الدولي أو الناشطين بهذا المجال التأسيس على هذه الدراسة ببناء مسارات قضائية في المستقبل نقطة مهمة سأعود إليك دكتور حمدان أيضا في قضية الرأس المال الاجتماعي لكن مشاهدين بعد هذا الفاصل نتابع الحوار مرحبا بكم مجددا المشاهدين في هذه الحلقة الخاصة من منتدى دمشق نعود إلى ضيوفنا أريد أن أخذ تعقيد بداية عن قضية العدالة الانتقالية التي طرحها دكتور سامير منك دكتور عائشة حقيقة هي عدالة تسمى عدالة انتقالية لكن في مخص الموضوع المحكمة الجنائية الدولية هي عدالة أيضا انتقائية هناك إمكانية طبعا لتحقيق في جراء النظام وأي جهات أخرى لو قرر المدعي العام بالمحكمة الجنائية تنفيذ السلطة التي تخول له المبادرة في التحقيق من ضمن سلطات المدعي العام في المحكمة الجنائية حسب نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة أنه بإمكان المدعي العام أن يحقق أن يبادر في التحقيق في موضوع ما في جراء معين حتى لو لم تكن الدولة موقعة حتى ولم تكن موقعة وحتى أن لم تتم إحالة الحالة من طرف مجلس الأمن هناك هذه من مميزات النظام روما أنه أحطى منح المدعي العام سلطات كبيرة جدا وأعيب على المدعي العام القديمة السابقة فاتو بن سودا أنها لم تتحرك في هذا الموضوع وأعيب أيضا على كريم خان المدعي العام الحالي أنه لم يتحرك رغم أن هناك مطالب كثيرة وهناك توثيق هائل لجراء لا يتم ذلك تقولين عضلة انتقائية لأسباب سياسية لأنه طبعا هذا كريم خان أو فاتو بن يعني لديهم عدد كبير من التحقيقات ويعني للأمانة إمكانياتهم الوظيفية محدودة جدا وهناك أولويات أيضا طرحا مجلس الآمن مثلا سوريا وليبيا تمت إحالتهما من مجلس الآمن فلديهم الأولوية هناك أولويات حتى في يعني التعاطي مع العدالة الدولية يعني من ضمن الأمور التي تعاب على هذه المحكمة أنها لم تم منح الجرائم المرتكبة في الوطن العربي الأولوية التي تستحقها وهذا ما يؤكد ربما ذهبت إليه دكتور سامير أنه نحتاج فعلا لمزيد من التعمق والأبحاث ربما حول هذه القضية المهمة أعود إليك دكتور حمدان كنت تتحدث عن موضوع يعني صعود ما اسميته أو ما يسمى برأس المال الاجتماعي ربما يفهم أنه غياب الدولة ساهم بوجود شبكات تكافر الاجتماعي يعني تعتمد على لبنى تقليدية ربما لكن السؤال ما تأثير ذلك؟ وهل هو أمر طبيعي؟ هل هو أمر له تداعيات على المدى الطويل؟ شكرا الحقيقة مشكلة الدولة في سوريا أو مشكلة النظام السياسي في سوريا منذ وصوله إلى السلطة عمل على تهميش البناء التقليدية ولم يدمجها في مؤسسات الدولة حاول أن يحافظ عليها ويستخدمها متى ما يشاء فهو بالأساس يعود إلى بنية تقليدية نظام مثل القبيلة أو العشيرة أو الطائفة مثل القبيلة أو العشيرة فهو يعود إلى طائفة وبالتالي يستخدم هذه الطائفة أو وضعها ورقة متى ما يحتاج هذه الورقة سوف يستخدمها أيضا بقيت البناء التقليدية المكونة للدولة كان من المفترض أن يتم دمجها في الدولة عبر مؤسسات رسمية الآن وسابقا كما تعلم في سوريا إذا يريد الإنسان أن يعمل في أول لجوء له لا يلجأ إلى إمكانياته أو إلى خبراته أو إلى شيء يلجأ إلى بنيته يلجأ إلى البنية التقليدية التي ينتمي إليها حتى يستعين بها للوصول إلى العمل أو إلى وظيفة أو إلى أي شيء ليس هناك مؤسسات حقيقية هذا بفضل الاستداد السياسي الذي عاشته الدولة لمدة عقود طويلة استخدم هذه الهويات وجعلها هويات نائمة هذه الهويات قام بتنويمها كما يسمى الهويات النائمة وعندما زالت سلطة الدولة أو ضعفت سلطة النظام وعادت هذه الهويات لتنهض استعين هنا مصطلح أمين معلوف يسميها الهويات القاتلة فظهرت هذه الهويات أصبحت بصفة قاتلة لماذا أصبحت بصفة قاتلة؟ لأنها كانت مقبوطة وتريد أن تعود إذن هي عاشت في حالة من الكبت السياسي ومن عدم احترام الخصوصية الثقافية لها وكل هذه الأمور إذن هذه السياسة استخدمها من أجل استمرار السلطة هنا العمل ليس عمل ديكتاتوري بالمعنى الدكتاتوري الشمولي لأن هناك شمولية وهناك كما نقول هناك ديكتاتورية حسب مصطلحات الماركسية العفنة كما يسمى إذن هذه الدكتاتورية هي التي كانت تعيشها السورية حالة من الدكتاتورية العفنة لماذا هي حالة من الدكتاتورية العفنة؟ بمعناها الاصطلاح العفنة هي التي تعيش حالة من التدهور والتمزق الداخلي والفساد غير قادرة على تحقيق سيطرة كاملة على المجتمع بالشكل الصحيح يعني هنا أقارن بين النظام الاستبدادي في سوريا وعلى سبيل المثال نظام عبد الناصر أو حتى الحبيب برقيب هناك اختلاف هناك استبداد مع تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية هناك تحقيق نوع من المواطنة هنا لا يوجد شيء من المواطنة ما الذي يجعل هذه الهويات الجزئية تندمج في مؤسسات الدولة؟ السبب وكلمة السر هي المواطنة لم يشعر المواطن السوري المنتمي إلى بنية تقليدية بمدى مصدقية مواطنته بصدق وفائه لهذه الدولة فلذلك نجد أن عندما بدأت الثورة في سوريا يمكن أن يذهب المواطن وينتقم من الرموز السياسية أو رموز الاستداد السياسي من الصور أو من التماثيل يريد أن يتخلص من هذا الذي كبته وهذا الذي جعله ينام فعاد إلى هوية جديدة ونفى من هذا الكلام صعود هذه البنى التقليدية الاجتماعية المترافق مع فكرة رأس المال الاجتماعي هو حالة طارئة بسبب غياب الدولة غياب الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وبالتالي يمكن أن يسد هذا الفراغ من قبل الدولة لو كان هناك دولة مواطنة الآن هذه الحالة طبيعية تحدث في المجتمعات وحدثت في العراق وتحدث الآن في ليبيا وتحدث في غيرها من البلدان العالم هي حالة طبيعية أو شبه طبيعية لنقولها أما الغير طبيعي هو استمرار هذه البنى وتكونها بشكل أكبر تكون هذه البنى يعني يصبح الصلح بين اثنين متخاصمين عند الشيخ القبيلة أو عند زعيم المنطقة أو إلى آخره من التسميات هنا تصبح الإشكالية الحقيقية أن لا يتم دمج هذه البنى كيف يتم دمج هذه البنى؟ بحاجة إلى مؤسسات دولة بحاجة إلى مؤسسات دولة تقوم على المبدأ الأول هو مبدأ المواطنة حتى تحقق المساواة بين الجميع عندما تحقق المساواة بين الجميع أنا لا أذهب إلى شيخ القبيلة حتى يحل لمشكلتي أنا أذهب إلى مؤسسات الدولة إذن هي في الحالة الآن التي نعيشها في سوريا هي حالة طارئة نتمنى طبعا تجاوزها في قيام دولة مدنية قيام دولة ديمقراطية حقيقية تحقق أسس المواطنة الحقيقية للجميع البناء التقليدية والهويات الجزئية التي نسميها طيب بكتور عائشة لتحدث عن أبحاث قدمت في المؤتمر وانتباع حفاظ لديك باع طويل في المشاركة في مؤتمرات عربية وحتى دولية كيف تقيمين هذا المؤتمر في نسخته الرابع مؤتمر الباحثين السوريين الذي نظمه مركز حرمون لقد تبعت المؤتمرات السابقة ولمست هذه المرة أن هناك تطور من ناحية جودة البحوت المقدمة من ناحية خلفية الباحثين نفسهم تنوع في المواضيع وصرامة أكثر كل سنة نرى بأن الصرامة البحثية محترمة أكثر وربما هذا يعود إلى كون المؤتمر اعتمد لجنة علمية هي التي قامت بعملية الاطلاع على البحوت تقييمها تصنيفها ثم قبول البحوت التي تعتمد المعايير المتعارفة عليها في البحث العلمي لاحظت أيضا من خلال النقاش ومن خلال الأوراق أن الحالة السورية هناك شعور لدى الباحثين لا أعرف إن كنت قد أجدت هذه الملاحظة أن سوريا انتقلت من الأزمة من حالة الأزمة إلى حالة أنها الأنصاب أصبحت تشكل قضية بمعنى أن تعقيدات الوضع طول هذه الأزمة التورة والتورة الآن المستمرة كل هذه الأمور وجود جيوش على الأرض وجود أيضا سلطات أمر واقع نصف الشعب السوري أصبح لاجئا وعدد من المشكلات الفرعية ربما منحت هذا الشعور لدى الباحثين بأنها أصبحت الآن قضية وهذا طبعا يدعم الشعور الباحث بأنه ملتزم الآن بالمساهمة في البحث في هذه القضايا تقديم توصيات لاحظنا أن معظم البحث التي لم تكن كلها ربما طرحت توصيات وهذا هو الهدف من البحث العلمي هو إيجاد منتج إنتاج علمي حول مشكلة ما يكتشف طبعا خبايا هذا الموضوع ويقدم حلول وتوصيات لذلك يعني يعتبر البحث العلمي وهذا ربما غير وارد لدى الجميع لماذا البحث العلمي؟ هذا هو سؤال مطروح الحقيقة ما الفائدة التي ستقدم؟ الفائدة أنه يعتبر لأن هذا المنتج العلمي يفترض أن يصل صناع القرار وكل الجماعات المعنية بالأمر لذلك هو يعتبر مؤشر حد مؤشرات التنمية البشرية وتقاس المجتمعات بمدى قوة البحث العلمي للأسف نحن في الدول العربية في الوطن العربي الإنتاج البحثي يعني ضئيل هناك ضحالة في الإنتاج هناك يعني نوعية الإنتاج ما زالت بعيدة يعني عن المستوى الذي نريد أن نرقى به الدور يعني لا توجد لم تكن على الأقل يعني من قبل سنوات لم تكن توجد يعني جماعات علمية بحثية وهذا من ضمن الأشياء التي لمستها أيضا في هذا المؤتمر أنه هناك شعور يتبلور أكثر بوجود جماعة علمية بحثية سورية يعني هذا المؤتمر التقليد السنوي يعني أرسى تقليدا يسمح للباحثين السوريين بأن يحملوا ضمن جماعة في إطار مواضيع جديدة تسلط الضوء على مشاكل قضايا راهنة قضايا تشتبك مع الواقع السياسي الاقتصادي والاجتماعي والتي يجب أن يلعب الباحث الدور المنير فيها يعني كل هذه العوامل أنا أظن أن المؤتمر ناجح بكل تأكيد دكتور سامير ما أبرز المخرجات التي يعني خرجتهم بها من هذا المؤتمر هناك مجموعة من المخرجات وحتى التوصيات للمؤتمر نفسه يعني كيف نطور عمل المؤتمر في السنوات القادمة طبعا بالنسبة لمصير الأبحاث هذه الأبحاث ستأخذ طريقها للنشر يعني بعد أن يقوم الباحثين إذا رقبوا بإعادة صياغة الأبحاث وفقا للمنقاش أو الملاحظات يعني ربما يتسأل عليها الجمهور أنه كيف يطلع على هذه الأبحاث يقرأ هذه الأبحاث هل هي متاحة للجمهور ستكون متاحة طبعا لأنه أثناء النقاش أو تقديم الأبحاث كان هناك نقاش هناك ملاحظات من الأسادة المشاركين فهنا يحق للباحث إعادة نظر بالبحث وفقا لهذه الملاحظات وبعد ذلك يعيد رساله إلى اللجنة العلمية وتعيد النظر بهذا الباحث وبعد ذلك يعاد يعني يأخذ طريقه للنشر سواء في مجلة قلمون أو في موقع مركز حرامون يعني لن نقفل أي من الأبحاث وتأخذ طريقها جميعها للنشر باستثناء بعض الأبحاث التي هي جزء من رسالة ماجستير أو دكتورة فهنا يكون الحق للباحث فيها الحق الملكية ووجودة فيها لأنه ربما لم يكن ناقش رسالته بعد هذا بالنسبة للأبحاث بالنسبة للتوصيات وكما ذكرت الدكتورة يعني هذه الاجتماعات السوريين تعرفون بعد 2011 حتى بالنسبة للأكاديميين صار لدينا شتات الأكاديميين السوريين موجودين في مختلف البلاد لدينا جيل جديد من الأكاديميين حاليا يتشكل في أوروبا أو في الدول التي لجأ إليها السوريين يعني هذه المؤتمرات هي فرصة لنعرف بعض ولو على الأقل يعني إذا حققنا هذه النتيجة يعني برأيه نتيجة مرضية حاليا في ظل الظرف الذي يعيشه السوريون نجتمع مع بعض نؤسس لشبكة علمية نعرف ماذا يعمل الآخرين وغيرها من هذه الأمور التشبيك بين السوريين بين مختلف التخصصات وخاصة بالنسبة للعلوم الاجتماعية والإنسانية يعني ذكرت الدكتورة عن موضوع البحث العلمي وكذلك البحوث العلمية والاجتماعية والإنسانية هي الأكثر ظلما يعني دائما أنه أنتم تبحثون أمور نظرية وغيرها من هذه المسائل ما الفائدة التي ستنعكس على حياة المجتمع أو على المجتمعات بشكل مباشر في ظل الظرف الحالي طبعا السوري الذي يعيش بالمخيمات ينتظر وجب الطعام أو ينتظر مساعدة مالية وغيرها من هذه المسائل لكن هذه الأبحاث فائدتها للمستقبل نحن نؤسس بدراسات نشرح الظواهر الموجودة التوصيات كما ذكرت الدكتورة أيضا التوصيات هي المهمة كيف نعالج هذه المسائل كيف ليس فقط التوصيات مقدمة للسياسيين كذلك للمجتمعات للفاعلين في الشأن السوري وهما المتعددين حاليا والكثيرين في هذه المسألة كذلك من التوصيات المهمة التي طرحت وخاصة كما رأيتم في المؤتمر كان لدينا بعض الباحثين من جنسيات غير السورية فهذه كانت فرصة تجربة لنقل هذا المؤتمر لكن وجدنا أنها تجربة إيجابية جدا لذلك المؤتمر القادم فتغير اسم المؤتمر سيكون مؤتمر الأبحاث حول سوريا مفتوح للمشاركين من جميع الجنسيات وليس فقط العربية والإنجليزية نعم سيكون لكل شخص مهتم بالكتابة عن سوريا لأنه يزيد من الفائدة عندما يطلع الباحث السوري عن الآخر كيف يرى القضايا السورية سواء قضايا اجتماعية سياسية ثقافية كذلك يستطيع التشبيك مع هؤلاء الباحثين اليوم في الصباح كانت محاضرة مهمة لتوماس بيري وحكى فيها عن المفتي والوزير حتى هذه العنوان كان عنوان ملفت وأسس وأطر نظريا لهذا الصراع أو المؤسسة الدينية الموجودة في سوريا نعم ربما كثير من الأمور نحن السوريين نعرفها لكن أن تكون مؤطرة بهذا الموضوع بهذه المناجية المطروعة كل الباحثين الذين كانوا موجودين سيستفيدون لأنهم سيقومون بدراساتهم بالفترة القادمة بالاستفادة من تجارب الباحثين الغربيين أو السوريين حتى عن سوريا إلى إدارة تساهم فعلا هذه الأبحاث دكتور حمدان في فهم الواقع السوري والتقديم حلول ربما وقراح حلول لهذه المشكلات نعم الحقيقة في هذا المؤتمر يوجد رأي لي في هذا المؤتمر من حيث الأبحاث والموضوعات المطروحة فبملاحظة بسيطة للعناوين من دون سماع الجلسات والمداخلات الشيقة والجميلة والمفيدة حقيقة يمكن أن تلاحظ بشكل بسيط ومبسط جدا بأن هذه العناوين جاءت فعلا استجابة للمتغيرات التي تحدث في الشأن السوري ومرحلة في مسار الثورة السورية نحن اليوم مثلا منذ سنة نعيش مجموعة من المستجدات على الشأن السوري هذه المستجدات عكست تماما في الأبحاث فنجد موضوع المصالحة من جانب يتطرق إلى موضوع المصالحة أو التطبيع مع النظام نجد موضوع مستقبل اللاجئين مستقبل اللاجئين لا يطرح إلا بعد أن يطرح موضوع المصالحة مع النظام ما مستقبل اللاجئين إذن إذن هو مشتق من يعني هي الأبحاث لا تدعو إلى المصالحة وإنها تدرس الظاهرة هي تدرس الظاهرة نهائيا بالتأكيد يعني هذه المسألة هي تسلط الضوء على مستجدات يعني الأبحاث امتازت نقول بنوع من الديناميكية ونوع من الفاعلية الفاعلية هي مواكبة ما يحدث هذا شيء جيد وجميل جدا يعني ومن العناوين كما أخبرتك الآن القوات غير النظامية مواضيع مثلا ترح موضوع القوات غير النظامية مستقبل هذه القوات غير النظام إذن نحن نتصور حلول مستقبل اللاجئين مستقبل شكل الحكم في سوريا إذن نحن الآن نتصور ننتقل إلى مرحلة رؤية نحن نقدم تصورات نقدم رؤية موضوع من الموضوعات المهمة أيضا التي تجدها كانت في اليوم الأول موضوع انتفاضة السويداء هذه في السنة التي بدأت في السابع عشر من آبل الماضي في السنة 2023 طبعا إذن هذه الأبحاث تغطي الفترة الزمنية لنقل منذ المؤتمر السابق حتى هذا المؤتمر موضوع الذاكرة السورية الآن نحن أمام تشكل ذاكرة السورية كما نسميها بالأدب نيستولوجيا إذن حالة النيستولوجيا هذه الذاكرة السورية التي تؤرخ تشكل ذاكرة تاريخية سورية إذن نحن الآن أمام موضوعات تطرح لتشكل ذاكرة تاريخية سورية معتمدة على تجارب شخصية أو معتمدة على يوميات أو معتمدة على دراسة منطقة كما رأينا في بحث الدكتور عمار السمر مثلا على سبيل المثال إذن هنا في رؤية لتكون ذاكرة سورية تاريخية هذا أيضا من الموضوعات الجديدة التي يطرح إضافة إلى موضوع الذي تحدثنا عنه رأس المال الاجتماعي أيضا هو من الموضوعات التي يصلت للضوء جاء استجابة كما قلت قبل قليل لحادثة الزلزال الماضي الذي حدث في شباط بتركيا وسوريا وجاء أيضا استجابة للصراع الآن الذي يحدث في المنطقة الشرقية وهناك تشكل ما يسمى بجيش العشائر إذن ما مستقبل القبيلة؟ ما هي القبيلة؟ لماذا تستطيع أن تجند هكذا القبيلة؟ إذن هناك أسئلة بدأت تطرح على أرض الواقع فجاءت هذه الأبحاث استجابة حقيقية معبرة عن التحولات التي حدثت في الشأن السوري أو في مسار الثورة السورية طيب دكتورة هذا المؤتمر السنوي يعقد هذه الدورة الرابعة ستعقد دورة خمسة صحيح دكتور سمير لاحقا برأيك كيف يمكن العمل على تطوير وبزيادة فاعلية وتلافي إن كان هناك حتى أخطاء في المؤتمر؟ أظن هذه التوصيات التي تحدثت عنها دكتور سمير جد جد هامة يعني هي وصفة للنجاح أكبر انفتاح على باحثين غير سوريين هذا طبعا من شأن أن يغني النقاش يغني البحث هناك عدد من القضايا التي تتقاسمها سوريا مع الدول العربية يعني تحدث الزميل الحمدان عن موضوع الدولة وهذا مثلا يعني انفتاح الأبحاث عن موضوع الدولة سيظهر بأن المشكلة السورية خاصة ليس فريدة من نوعها للأسف نجدها في معظم الدول العربية ليفشل بناء الدولة الوطنية الحديثة بمعنى أنها للأسف الدولة العربية لم تأتي نتاج تطور مجتمعي وصل إلى عقد اجتماعي لتأسيس دولة للأسف يعني مهضم الدول في المشرق العربي وحتى في بعض دول المغرب يعني جاءت نتيجة المستعمر تفاهمات طبعا بعد الحرب العالمية الأولى التي فرضت تقسيمات وانتجت أفرزة دول وفرضت حكومات فانتجت دول شبهة مصطنعة للأسف فليس هناك عقد اجتماعي بين الشعب والحكام بالإضافة إلى فشل الجهد التنويري للنخب العربية التي لم تنجح أيضا في الخروج بالمجتمعات العربية من الفكر اللهوتي الظلامي الفكر الطائفي العشائري القبلي إلى فكر حداتي يدور حول المواطنة كل هذه العوامل بالإضافة إلى وجود النخب للأسف النخب حاكمة اللي هي شمولية همها الوحيد أو هوتها الوحيد هو السلطة وليس بمشروع بناء دولة مواطنة دولة قانون دولة مؤسسات دولة تشمل التعددية وتضمن طبعا المواطنة لكل المواطنين وكل هذا يعني انعكس سلبا على واقع العمل البحثي وهذه المواضيع يعني انفتاح المؤتمر على الدول الأخرى على الباحثين من الدول الأخرى سيوضح بأن مشاكل سوريا هي مشاكل عربية هي مشاكل إقليمية يجب على كل الباحثين أن نتعذب في جهودنا للبحث بشكل أعمق لإيجاد حلول هذه المشكلة وهذا ما سنرى ربما دكتور سمير في المؤتمر القادم صحيح؟ بالتأكيد إن شاء الله نحن كل مؤتمر في النهاية نطرح تساؤلات على أنفسنا وعلى المشاركين كيف تريدون أن يكون المؤتمر القادم ما هي الأمور التي تقترحونها فهذه نتيجة الاستجابة لهذه المقترحات دائما السعي موجود للتطوير لزيادة التشبيك مع الأكاديميين السوريين دائما نحاول استطاب وناس جدد قبل الهوار ربما يكون في المؤتمر القادم 50% من المشاركين غير سوريا صحيح؟ إن شاء الله سنسعى إلى ذلك أصلا للمهتمين بالشأن السوري من العرب من الأجانب من غيرهم شكرا جزيلا لكم جميعا دكتور عائشة البصري الباحثة في المركز العربي للدراسات ودكتور سميل عبدالله الباحث في مركز حرمون ودكتور حمدان العقلة الباحث في أشأن السياسي شكرا لكم مشاهدين على المتابعة نلتقي في حلقة قادمة من منتدى دمشق إلى اللقاء